الآن احنا في الدرس السابق تعلمنا كيف نخلق الـ WBS وقلنا هذه الخطوة من الخطوات المهمة جدا في عملية إدارة المشروع الآن بعد إكمال الـ WBS نقدر نبلش في عملية تعريف الفعاليات اللازم تنفيذها لإكمال فقرات الـ WBS الآن احنا في برمافير رح أسوي أنا تعديل سريع فقط بس لتسهيل مهمة إكمال هذه الدروس يعني نحن الهدف من هذه الدروس هو تعليم المتدرب عن أساسيات التخطيط والمتابعة يعني Planning and Control Using Primavera فحتى نتعلم هاي الأمور نحتاج بس نختار فد مشروع مصغر وفعالياته مصغرة فأنا يعني For the sake of this example هذني الأجزاء مالة الـ WBS بس راح أحذفهن وأعتمدهن تالي لاحقا على شكل فعاليات فالآن احنا قلنا حتى نحذف شو نسوي نضلل وذاتي لتضلل المجموعة في وقت واحد البرنامج الـ Primavera مو مثل البرنامج مالة الـ Word إنه إذا بظل DICE يعني هنا ساعدنا مثلا خاصية أنت تقدر شنو مثل شوان البرنامج الـ Word أو مثلا أي برنامج أوفس آخر إنه إذا نقارت على هاي الأيتونة أو حتى في الـ Windows وتنقر يعني تضغط على الكترال اللي عندك بالكيبورد وتنقر على الثانية يضللها تنقر على الثالثة يضللها وهكذا لكن البرنامج أيضا يطينا خاصية سريعة لتضليل مجموعة من الفقرات في وقت واحد فإحنا سلو فرضنا ريدنجل البرنامج أنه نضلل لنا هذني الفقرات من بلاسترينج إلى الدورز في نقرتين النقرة الأولى أنت توقف على أول فقرة تريد تحذفها ثم تضغط على زر الـ Shift اللي موجود بالكيبورد الظل ضغط عليه إنه تنقر على آخر وحدة فرح يضللهم كلتهم بشكل سريع بعدها أما رأي تكليك ونقل له Delete أو نقل له Delete من ذاك المكان اللي شفناه فالآن نحن قل له Delete من هذا المكان Delete الآن احنا الدرس ما اليوم هو إضافة الـ Activities Defining Activities الآن احنا بالنسبة للـ Milestones احنا قلنا المايلستونز هي قلنا فد يعني نقطة مهمة أثناء سير العمل بالمشروع فأحنا راح نفض نقطين مهمات بس كمثال فالنقطة الأولى هي راح نعتبرها الـ Start يعني نقطة بداية الفقرات كلتها فراح أنا أسوي هنا لأجل أن أنضيف الفعاليات أيضاً أوقف على الـ WBS اللي أنا إذا أشتغل عليه وقل له Right Click وقل له Add أو إذا أريداً أيضاً أروحاً إلى هذه الفقرة هذا الـ Plus اللي هنا وقل له Add أنتوا براحتكم لكن طبعاً أو إذا تريد من الكيبورد تنقر على Insert أيضاً يضيف فعالية الآن إحنا لو وقفنا على المايل ستونز وقل له Right Click وقل له Add شو راح يسوي راح يضيف لي فعالية بشكل مباشر أما إذا وقفت على المايل ستونز ورحت على الـ Plus اللي هناك وقلت له Add راح يطلع لي نافذة الإضافة نافذة الإضافة هي تشبه نافذة إضافة المشروع هنا يطلب من عندك تخلي إلى الـ ID يطلب من عندك اسم الفعالية أنه بتقل له Next باقية التفاصيل فمجموعة من الأمور لكن أنا أفضل أنه أضيفها هنا ولاحقاً أنا أضيف المعلومات الأخرى من حق الجنرال إذا أحتاجت فالآن هو بعد أنضفناها هو Automatic لإضاف ID هنا مثل ما تلاحظون سماها أي ألف ولاحقاً نتعلم كيف أنه نتلاعب بهذا الـ ID الآن اسم هاي المايل ستونز راح يسميها Start لأنه يفضل إحنا واحدة من الـ Best Practices بالـ Planning and Control using Primavera أنه تكون جميع الفعاليات التي تكون بدايتها ببداية العمل مرتبطة بالـ Milestones و جميع الفعاليات التي إذا انتهت بعد ما ورها فعالية ترتبط بـ Milestones اسمها الـ Finish حتى لاحقاً بالتحليل و عند حساب فترات السماح و مدة المشروع يكون التحليل ما بمشاكل فهي من ضمن الـ Best Practices اللي أنت مطالب أن تسويها بالخطة مع الـ Primavera نحن إن شاء الله نلاحقاً نناقشني الـ Quality Checklist اللي لازم تكتمل حتى يكون جدول تقدم العمل اللي أنت خلقته هو كامل وجاهز للتسليم إلى الجهات المسؤولة فلس خلقنا الـ Start الفقرة الثانية اللي نحتاج نسويها أنه نفهم بـ Primavera أنه هذه الـ Start هي Milestones و قلنا الـ Milestones هي ما بها Duration لاحظ ناسا هو فرض لها خمسة لأن أنت بـ Primavera من الضيف By Default عند الإضافة راح يفرض المدة الزمنية للفعالية هي خمسة طبعاً تقدر أنت تتلاعب بهذا الـ Default تتغيرها تخلي مثلاً 1-0 إن شاء الله نتعلم ذلك لاحقاً بالدروس اللي تجي من خلال قوائم الأعلى فالآن أجد فهم Primavera أنه هذه الـ Start هي بالحقيقة Milestones فاين أروحاً؟ أروحاً إلى اللاحظ هنانا عندنا خانة Activity Type نوع الفعالية اللي سولفنا بيها سابقاً فالآن أنقر على هذه القائمة راح تطلع لي هذا الأنواع فالآن إجد أقل للبرنامج أنه هذه الـ Start هي Start Milestones هاي تلاحظوها الآن هي Start Milestones فمن نختارها الآن تحولت من Activity بمدة خمسة إلى مدة صفر اللي قلناها ما لستم ما لها مدة وحتى الشكل مالتها سلو نرجع نخليها Task Dependent اللي هي خمسة وننقر هنا ستلاحظون هو معتمد على تاريخ 2010 لكن إذا تريد تجيبها بالتاريخ ماليون فقط نقرأ واحدة على هذا المكان راح يطيرنا تاريخ المخمن لبدء المشروع فاللاحظة الفعالية هو يظهرها بهذا الشكل بشكل البار صغير باللون الأخضر مدة خمسة الآن من نحول اللاحظة من الروح نحول إلى Milestones انتبهولي على هنانا بهذا المكان راح تشوفوني تغير إلى تصير على شكل هذا الشكل المعيني يعني اللاحظة فهاي عبارة عن Milestones الآن أضيف وحدة أخرى أسميها Add وأسميها Finish فهايصا عندي Start Milestones Finish Milestones فقط أغير النوع أسميها هنا أكو عندنا النوب شنو Finish Milestones حتى ويفتهم هالبرنامج والفرق اللي بيناتن شنو لو تلاحظونه هنا إذا تشوفونه هنا الزمن بالنسبة لل Start Milestones إلها تاريخ بداية لكن ما إلها تاريخ نهاية لأن هي Start وبالنسبة لل Finish إلها تاريخ نهاية بس ما بيها تاريخ بداية الآن بعد أكملنا ذنين نجي لل Site Preparation الآن شنو الفعاليات الرئيسية اللي ممكن يتم إجراءها خلال عملية تسوية الأرض أو تهيئة قطعة الأرض للعمل أول شي طبعا غالبا طبعا هنا مجموعة من الأمور وكل مهندس ممكن يفكر بفعاليات قد تختفى عن المهندس الآخر بعض المهندسين قد يسهب بتفكيك الفعاليات وبعض المهندسين قد يدمج مجموعة من الفعاليات بتحت مسمى واحد نحن راح نحاول نختصر قدر الإمكان الآن نحن نضيف فعالية نقلنا Add وأول فقرة راح نسميها هي Surveying Work أوكي فإجراء الأعمال المساحية فيجي مساحي تشيك المناسب Surveying Work الآن بعد أن أكملنا Surveying Work خلصناها نجي نضيف بعض فقرة أو بعض فعالية ممكن أيضا نستخدم قلنا Keyboard Maltec Doce Insert أيضا نضيف لك بعد الأعمال المساحية تجي عملية شنو إذا التربة تحتاج استبدال فبها إذا التربة جيدة فمجرد أن نصير عملية تسوية للأرض فبعد أن سوينا الأعمال المساحية نجي النوب عندنا Site Cleaning رح أفرض أن الأرض هاي جيدة ما يحتاج لها استبدال سوينا Site Cleaning إذا يحتاج لها استبدال فبعد أن سويت Site Cleaning أو نجي مباشرة بعد أن سوينا الأعمال المساحية اللي هو Excavation Excavation Work أعمال حفر بعد أن أكملنا أعمال الحفر نضيف فعالية نسميها Compaction أو ندمج Excavation و Compaction سوية فنقول يابا Compaction Excavation and Compaction الآن حفرنا و حدلنا رح أشيل الwork للاختصال فدر الإمكان لكون الفعاليات أسماعها قصيرة ورما أكملنا Excavation and Compaction تجي النوب شنو الأعمال أعمال Backfilling أو إذا افترضنا أن الأرض هي جيدة فبعد إحنا من حفرنا الأسس يعني من سوينا أعمال السيرفيينغ من ضمن أعمال السيرفيينغ هو تسقيط الخريطة بعد أن سوينا الحفر و الحدل لقاعدة الأسس الآن نقدر نبلش مباشرة بأعمال الأسس فرح أحذف هذه الفعالية و قلنا حتى أحذف هذه الفعالية أما أنقر بالأيمن و قل له Delete أو الروح لهذا المكان اللي هو هناك و قل له Delete فسرعي تكليك Delete فرح أفرض أنه إحنا سوينا أعمال مساحية سقطنا الخريطة ثم سوينا أعمال الحفر وأعمال الحدل الآن الأرضية جاهزة لأعمال الأسس نجي لأعمال الأسس الفعاليات اللي نخمن أنه نسويها أولاً أنه عندنا شنو اللي هي Rebar Work أو نقدر نقول أعمال تفصال الحديد فإذا ريدنا اختصرهم نقول Rebar Work Rebar Work أو Reinforcement Work Rebar Work أو وأيضاً بعد الRebar Work أو خلي نسويه بشكل تفصيلي نقول أدنك الآتي نسوي عملية Fabrication نفصل الحديد of Rebar بعد أن أكملنا الـ Fabrication of Rebar شنو نجي نسوي نجي نفصل القالب أيضاً فنضيفنا فعالية نقول Fabrication Fabrication of Form Work أوكي بعد أن أكملنا الـ Fabrication of Form نجي نسوي أعمالية ربط القالب والحديد فشنو نوب Installation Installation of Form Work and Rebar فنصبنا القالب والحديد بعد ما كمنا تنصيب القالب والحديد نفترض من المساحة إجا شيئاً كلمناسب يجنوب أعمال سب الأساس اللي هي Casting Foundation Concrete أوكي الآن كمنا أحنا أعمال الصب من أكملنا أعمال الصب طبعاً من ضمن أعمال الصب وراء ما تخلص أكو فقرة لكيورينغ اللي هي أنه تيجي تعالج الكونكريت فنقدر نضيف فقرة اسمها كيورينغ إذا أكو معالجة ممكن فنقول إحنا كيورينغ and repair repair شنو أحياناً من تفتح القالب تلقى صاير تسوس فتضطر تعالجة بground فخلنفرض أنه هاي الفقرة هي أعمال يعني رش الأساس ومعالجته في نفس الوقت الآن كمنا الأساس نجي إلى مرحلة البناء بالطابق ففقرة الأساسية بالبناء بالطابق ممكن أنه أنت تقسم البناء بالطابق إلى زونات أو إلى مراحل فنقدر نقول إحنا بناء بالطابق أسفل مانع الرطوبة هاي مرحلة الأولى والنوب البناء بالطابق أعلى مانع الرطوبة إذا تريد تقسم هنا ثلاثة أجزاء البناء بالطابق إلى أسفل مانع الرطوبة نوبة فوق مانع الرطوبة إلى اللينتل النوبة فوق اللينتل إلى السقف يعني هاي ثلاث مراحل أنا لسهولة رح أقليها إلى مرحلتين فعدنا هنا شنو Masonry Work Under Dump Proof Course هاي الDPC اللي ها Dump Proof Course اللي هي طبقة اللي هي قلنا لي تمنع مانع الرطوبة اللي هي مانع الرطوبة النوضة نضيفينا فقرة Masonry Work Above DPC اوكي فهنا صار عدنا شنو الان فوق مانع الرطوبة واسفل مانع الرطوبة ورا ما خلصنا هاي الفقرة طبعا راح تيجي النوب اعمال السقف فاعمال السقف هنا شنو تشمل اولا عدنا Scaffolding انو لازم يشد السكلة ماتا حتى يقدر يصعد فا Scaffolding اوكي 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 بعدها ادنى بعد ان شد السكلة يجي النوب عملية انو اوكي احنا كمنا هسا السكلة هيكلنا الامور نجي النوب ننص بالقالب اوكي نجي نضيف فعالية اسمها اوكي 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 Work Fabrication ضمنية الآن هي ضمن Fabrication و Installation نجي الى فقرة Fabrication and Installation of Rebar اوكي اوكي فتفصال وتنصيب الحديد طبعا من ضمن ايضا هاي الفقرات نقدر لازم ننصب الفقرات الخاصة بالالكتريسيتي فتقدر تقول انو من ضمنها اكو فقرة اللي هي Installation of Alicatrical Pipes او Alicatrical Conduits نقدر هم نضيفها اذا انا راح احملها بس لكن نقدر نضيفها اذا خلنا نضيفها معكوش كان Installation of Alicatrical Conduits اذا اني اللي هن الpaipات ما التسليك الكهرباء الآن خلنفرض ها هي بعد ما عندنا مشكلة خلصنا الامور تيجي النوب خلصنا الامور سندنا القالب تيجي النوب مرحلة شنو نوب الصب casting slab صبينا السلاب شنو تيجي النوب بعدها فقرت تيجي بعدها فقرت اللي هي curing and repair اذا احتاجين معالجة طبعا curing والrepair ما لساقب شوي اطول من الاساس كالعادة الآن بعد ان اكملنا هاي المرحلة نيجي الى مرحلة الفنش نيجي نقول انه انا حتى اضيف اه فاقول ان يابا انه اول فقرة نضيفها بالfinishing هو الplace الآن خلنفرض انه طبعا اكو فقرة بس احنا نسيناها هاي لازم خلن نحذفها عندنا بال curing مني خلص تيجي النوب شنو عندنا لازم انه اتم ازالة السكلة والقالب شنو انه بصر عملية ال دي شاترينج وال ريموفر أو سكافول فانت سوي الان دي شاترينج تقدر تخلي السكلة حتى يستفادوا من عدها بعمال اللبخ لكن اذا كان فريق السقف ومنفصل فاكيد راح اتقدر ادنا دبل الس اه سوري هنا دبل ت شاترينج شاترينج دي شاترينج فكينا القالب الان بعد ما فكينا القالب نسوي عملية شنو ريموفر أو سكافول دي شاترينج نجيب هاي الفقرة ريموفر أو سكافول شنو القالب الان شنو السكلة الان فتح شغل لعمال بالفينيشينج الان نجي انه طبعا لاحظة هنه المدد كلهن هو فارض خمسة لكن هاي المدد الديفلت يعني هاي المدد اللي البرنامج يفرضها للفعال لكن احنا ان شاء الله بالدروس اللي تجاه نجي النوب نجي وعدة وعدة كيف نخمن المدد مالتهم وكيف نغير فبالفينيشينج الان نضيف add finish ونقول يابا هسا اولا بلاسترينج اعمال اللبخ بلاسترينج وراء ما خلصنا البلاسترينج نقدر نقول احنا يابا هسا اعمال بلاسترينج سمنت بلاسترينج سمنت بلاسترينج والنوبة نضيف بالكيبورد فعالية اخرى نسميها شنو اللي هو شنو البورك اعمال البورك فالآن عدنا النوبة الجص او البورك خلنا نسميه جبسم جبسم او اللايم نقدر نقول اللي هو البورك العالي بس هسا قد نفض بلاسترينج بلاسترينج الآن بعد اللبخ بنخلصنا اللبخ وكملنا تيجي عدنا شنو الفقرة اذا ريد نشتغل عاد تيجي عدنا مثلا اعمال طبعا هي موجودة لكن طبعا قبل الجبسم يفضل انه انت شنو يعني شون مشتغل بادي باعمال الكهرباء لكن استهدني الفعاليات مو يعني ما يعكس انت سلسل لكن نقدر خلنا نفض احنا بداية الكتري الكال الكتري الكال وورك هذا الكتري الكال وورك يشمل هاي اعمال تسليك يعني البايبات للاسفل حفر الحايط تهيئة الاعمال مع الكهرباء قبل اللبخ تصير عادة والنوب عبنا لبلومينج وورك وهنا نشمل بها الماي والمجاري فتجي عملية تأسيس البايبات تأسيس شبكة المجاري الى آخره من الامور طبعا قسم من العمال قد تكون يتم اجراءها اثناء عملية الاسس اذا في حال كان مثلا بعض الانابيب المجاري تكون بلت داخل الاساس او اذا انت كان الاساس حصيري وشغلك يصير فوق الاساس بعد اوضل طبعا من هاي الفقرة فاحنا نفرض هاي الحالة انه شغلنا فوق الاساس بعد انكملنا هاي الفقرتين نجي نسوي النوب لبل بلاسترينج فعدنا cement cement بلاسترينج وبعدها نجي نضيف فعالية نسميها gypsum او بورق whatever gypsum بلاسترينج بعد ان خلصنا هاي الاعمال مثل cement بلاسترينج والgypsum بلاسترينج تقدر الان انه بعد الامور طيبة صارت تقدر تصبغ painting painting work بعد ان كملنا اعمال painting work نقدر نضيف فعالية اخرى نسميها installation of doors and install installation of doors and windows okay الآن بعد أن نصبنا الأبواب والهذا كاملنا المفروض الآن طبعاً إحنا هذا مثال أكواج التفاصيل ممكن تنظاف ممكن المتدرب هو أفهم مني بهذا المجال بعمال تنفيذ أو عنده رؤية أخرى بعملية تقسيم الفعاليات أو تقسيم الـ WS لكن إحنا نريد أن نتعلم البرنامج وهذا مجرد مثال للتوضيح فالآن إحنا لغاية الآن أكملنا عملية إدخال الفعاليات اللي هي قلنا الخطوة اللي تيجي مباشرة حسب الستاندر مال إدارة المشاريع الخاص بـ PMI تيجي مباشرة بعد إكمال بعد ما أنسوينا هيكل تزيئة العمل WBS نجي النوم نعرف الفعاليات اللازمة لإكمال فقرات WBS فإحنا الآن قاعد نمشي مع الستاندر مال إدارة المشاريع فهم نتعلم البرنامج وهم نتعلم أساسيات التخطيط والمتابعة حسب الستاندر الخاص بإدارة المشاريع فإلى هنا ينترس هذا الدرس ينتهي الدرس القادم رح نتعلم فقرات أخرى اللي تخص التخمين ما نمده والعلاقات بين الفعاليات شكرا جزيلا